السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة وجوابا عن هذه الاخت اللي عندها مشكل عشر سنوات بعد الانجاب اصيبت ما اصيبت به المفروض ان الصحة الانجابية والصحة النفسية سيعلمها الاطباء غنيعرفوش عندها المشكلة عندها لكن هناك اشياء اربما قد لا ينتبه لها الطب الحديث معلوم ان المدارس الطبية اشكال والوان هناك المدرسة الفرنسية وهناك المدرسة الانجلوسكسونية في الطب وهناك المدرسة التقليدية والمدارس متعددة فقد منهم لا يؤمن بمعض الاشياء معينة احنا في التقافة الدينية نؤمن بان الامراض لك تكون مستعصية وغريبة قد لا تكون بيولوجيا قد تكون اما روحية واما نفسية نفسية معلومة انسان عنده عقاد نفسية انسان عنده ضغوطات مع العائلة انسان تعرض لنكسات في مرحلة من مراحل عمره ونعلموا بان النفس كتخبي ديك العقدة حتى كنتظهر العقاد ما كنتحلوش كيبقى وتمها مخبيين بحل واحد الخابية النفس المشارية بحل واحد الجرة بخبيتها العقاد واحد نطيك تبرز شاعملوا واحدا عنده عقادة خطيرة مرام درما مع راجلها راجل مدرما مع مراتو مليك تقلب كتبقى العقادة اللي عنده مليك الطفل صغير او لما كان مراهق بقات مخبيا في اللا شعور دياله ثم مرزت من جديد هذه عيناجها سهل طبيب متخصص في علم النفس ممكن ان يحل العقدة بكلام بأدوية بحكي ويستطيع ان يفرغ ثم تحل العقدة احنا عندنا واحد اليقين بان العقد تحل بالسجود اعظم طريقة واسهل طريقة مجانية وسريعة وفعالة ان العقد تحل بالسجود اسجود واقترب تسجد للمولى عز وجل وتشكو له ما تجدوا خصوصا بالليل طرقت ما مر جا والناس قد رقدوا ومتوا اشكو الى مولاي ما اجدوا الناس نعسل بالليل كان فاق كان توضع نصل ركعتين ثم اسجد واطين السجود وفي سجودي اتحدث مع ربي يا ربي راني درني كذا راني تغلبت في هذه را هذه قهرتني هذه ما قدرتش عليها وهذه حيرتني فالامر اليك تكلم مع الله سبحانه وتعالى بحالك انت تكلم مع الطبيب نفساني يا ربي قد وقع علي وقع علي واملي فيك يا كريم يا رحمن يا لطيف وامدح ربي واتني عليه خيرا وسوف ترى عجائب قدرة الله سترى بان الطاقة السلبية كلها سوف تضعها وبالتالي تأخذ طاقة ايجابية لما تعود الى النوم تستريح وفي الصباح تقوم انسان اخر انسان جديد انسان قوي انسان كلك حيوية كلك نشاط كلك ابتسامة وكلك مقبل على الحياة هذه الامراض النفسية هكذا علاجها كلنا نتعرض لضغوطات وهذا احسن علاج علمنا اياه احبتنا السابقون ولقنا فيه الحمد لله خير عظيم فلا ينبغي ان يوسع على اوسع نطاق ممكن قد يكون المرض التاني لسبب ليه هاتش كله مش مرض نفسي وانما هو مرض روحي الامراض الروحية ايضا كتلقى الجسم سليم والنفس سليمة لكن الروح تصام بالمرض والروح غريبة ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا الروح قد يسيطر عليها مثل نسيجه عن كبوت هي الروح تكون مشرقة روح المؤمن لك تلقى مع الطهارة والوضوء والعبادة والذكر ودائما كيقلب على مجالس الذكر ويجالس الصالحين والاخيار والابرار ويملأ فكره وعقله بالمبادئ السامية وكيشارك في المبادرات الاجتماعية قد تلقى دائما متقدم الى الامام لكن الانسان المعزول لكي تلقى دائما سد عليه الباب بغي اتقار وكي تلقى دائما عنده حلقة مفرغة وكي تلقى الروح وكي الضعف وكي يجيه مثل نسيجه عن كبوت فلهذا كي يوصي الخبراء بان الانسان يمزق كل القيود ويكسرها وينطلق في الحياة افرح بشبابك افرح بعمرك وافرح بالكون من حولك انظر الى الشماء واستمتع باشعة الشمس الدهبية انظر الى الهواء الجميل واجعله يداعب جسمك ويداعب روحك واستمتع بالعطل استمتع بالطبيعة افرح افرح فسوف تنسى الاحزانة لكن الانسان كي تلقى دائما مغموب كي خلص كي يقولك الاكتضاد غلاء المعيشة والباشر واللخيم والحياة مأزمة وفي غيس كورونا كي هددنا اغرب وحدنا دار واحد الحلقة مفرغة ودارنا الدارة سوداء هذاك غير مرض غير مرض مرض شديد وفي روحه غير مرض شديد وفي روحه غير جيه مثل نسيجه العنكبوت ويتلقى الطبيب ما ينفع معه مشي عن طبيب اللول والثاني والثالث يعطيه الدواء يقول ليه وسير عشان انا جريد رتو خاصه لا بده يخرج من هات القوقعة قد يكون الإنسان يصابوا أيضا بالعين لعل هذه السيدة لما أنجبت أصبت بالعين والعين حق لأن غالبا النساء في الزواج ديالهم شحاب الفتاة نهر الزواج كيطلع فقل عمارية وكيزينها تزين العرائس والعائلة كونها فرحانة والطبون والمزامير والأكل والشرب والاحتفالية كيكون في المجمع ديالها شو أحد في قلبه حسد فينظر إليها وحد نظرة وكي تأسى كي يقول آه شو الظهر لما نعطاه الله تعالى بدأتنا بقى باللزواج وهذه شو كي ديرهم زوجة ديال العرس الله يسترنا ويستركم إلا كان مثل هذه الإحساس ديال الحسد وديال العين رأي يصيب الإنسان فينكسر وكتلقى عنده المراد وكتجي الأبواب مغلقة وكي بقى تم في بلاستو ديما الحياة مرة وحارة وكذلك المرأة عنده الوضع المرأة اللي كتوضع وفرحانا بالمولود ديالها وكتجي نظهار الأسبوع وكتجي العائلة والأحباب الناس كيفرحوا معها وكيبغيوها لكن شو أحد قلبوا فيه مرض وكينظروا حد نظرة سيئة فيصابوا بالعين خصوصا إذا كان الطرف الآخر المستقبل كان دموا حلو كيسموها كالي دموا حلو كالي دموا مر ما شد فيه كان العين دموا مر هو هكذا حتى الدم الفواصلة أخرى من غير الأبليس ولا الفواصلة الدموية المعروفة كينو وحد دموا آخر من الفواصلة الدموية كينو اللي دموا حلو اللي دموا مبالح اللي دموا مر كانت شد فيه العين وكينو اللي هو كيأطاكها حسب الطبيعة المشاري للإنسان فقد تكون هذه السيدة أصيمت بالعين عند الوضع العلاج بماذا يكون يكون بالمواضمة على الوضوء الوضوء والإغتسال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لنا الوضوء سلاح المؤمن احنا عندنا سلاح الوضوء دي ما حافظ عليه إذا قد تتوضى خمس مرات في اليوم تجدد الوضوء عند كل صماء كان أفضل لأنه سلاح وكذلك الاغتسال من الجنامة والاغتسال من الحين والاغتسال يوم الجمعة للتنظف كل هذا خير عظيم لماذا؟ لأن فيه زوال العين وزوال التأثيرات الروحية السلبية ثم الإنسان يستمتع بالسجود دعوى لكم جميعا أيها الأحباب الكرام لما نأتي للسجود علينا أن نستمتع أفضل لحظة عندنا في الوجود كله لحظة سجودنا بين يدي المولى عز وجل هذه اللحظة سنعرف قيمتها يوم القيامة لأن بها يعنو الإنسان يوم القيامة سنلقى الإنسان نفسه قد على علوا عليا سيقول يا رب هذه العلو ستلباش سيقول بكثرة سجودك السجود يعلي المقام حتى في الدنيا لشتي في مقام في الدنيا عالي المقام راكة السجود إلا من رحم ربك واللي هو يكشع راسه بأنه ما عنده قيمة بين الخلق وكي حقره علاجه أنه يكتر من السجود يرفع الله مقامه سبحانه وتعالى ثم السجود يحيد لنا كل التأثيرات السلبية ما يتعلق بالعين والحسد والسحر والأرواح الخبيتة وأم الصبيان والتابعة وغيرها كل ذلك يزول بالسجود وذكر الله عموما نسأل الله الواحد الأحد لننزها هل الأخت فاضل اللهم شافها وعافها اللهم داوها بدوائك اللهم عالجا بعلاجك اللهم طبها بطبك اللهم كلها وليا وناصيرا يا رب بحق القرآن العظيم يا من قلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم شافها واشرح صدرها بحق قولك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنخذ ظهرك اللهم يا رب أزلنا بها من تابعه وأزلنا بها من هم وغم وارزق الصحة والعافية قلوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله